السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا في دولة من الدول الاوروبية القوية تمام ولكن قبل ما نتكلم عنها هزي الفرصة حابي وضح لده الويب سايت الخاص بنا هتلاقوا عليه فرص ومنح كتير جدا تقدروا بتتصفحوها بالاضافة كمان قناتنا على اليوتيوب قناة من كل الالوان بها فرص ومنح كتير جدا وياريت تضغطوا على اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس الصوير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة فور نزولها تمام طيب خلينا نتكلم عن فرصة النهاردة وهي فرصة تدريب في اسبانيا تمام الفرصة دي فرصة موالب الكامل وطبعا دولة اسبانيا دولة من الدول القوية المعروفة وكتير جدا بيحلم ان هو يدرس فيها او يقين فيها او حتى ياخد تدريب تمام طيب خلينا نتعرف على الفرصة بشكل اكبر الدولة زي ما قلنا هي اسبانيا التدريب ده هيكون موجود في مدينة برشلونة تمام طيب ايه هي المؤسسة او الجهة المانحة لهذا التدريب هي مؤسسة سي ار جي تمام وده مؤسسة علمية بتهدف الى تدريب الطلاب من مختلف دول الى عالم ومساعدتهم على اكتساب قدرات جديدة في مجالته طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي جميع الدول متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية سواء بتقدر تقدم للفرصة دي بكل سهولة تمام طيب خلينا نشوف مدة التدريب ده دي بقول لحضرتك التدريب ده مدته شهرين تمام بيبدأ من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر الفين واحد وعشرين تمام يعني التدريب ده كده اه المدة بتاعته مدة مميزة جدا لان لو انت مسلا طالب بتدرس حاليا فالفترة دي بتكون فترة اجازة من الامتحانات فبتقدر انك عادي ممكن تسافر في المدة دي وتاخد هذا التدريب تمام طيب المرحلة الدراسية الموجه لها الفرصة دي اه هي فقط طبعا عفوا انا كتبت الماجستير هنا ولكن هي الخطأ الماجستير مش مؤهل لهذه الفرصة هي فقط المرحلة الدراسية المؤهلة لهذه الفرصة يعني لو انت حاليا بتدرس فانت مؤهل للتقديم للمنحة دي تمام طيب بالنسبة بقى حضرتك للتمويل في الفرصة دي اول حاجة الفرصة دي فيها راتب شهري مقداره ربعمية يورو تمام انت هتاخد راتب شهري الراتب الشهري ده بيقدر يكفي لك احتياجاتك الشخصية تمام طيب تاني حاجة تزاكر الطيران مجانا من بلدك الى اسبانيا تزاكر الطيران من بلدك الى اسبانيا مجانا انت بتدفعش اي تكاليف خالص سواء زهاب وعودة تمام كمان هيكون فيه وجبات الطعام مجانا اضافة الى السكن كمان هيكون متاح على حساب المؤسسة يبقى وجبات الطعام السكن موجود عندك تزاكر الطيران راتب شهري مقداره ربعمية يورو بالاضافة كمان زيارة مدن اسبانيا والتعرف على ثقافة البلد في خلال المدة اللي هتقام هناك اللي هي مدة الشهرين تمام انت هتاخد اه يعني جوالات سياحية حول المدينة وحول الدولة بشكل كامل اه هيكون زي افواك سياحية تطلع فانت هتطلع معاهم تعرف على ثقافة البلد بجانب التدريب اللي انت هتاخد هناك وطبعا هيكون فيه مميزات اخرى زي طبعا انك هتسافر الدولة من الدول القوية زي انك اه مش هيكون فيه اي تعقيدات عند السفر لما تيجي تسافر وتروح سفارة اسبانيا الموجودة في بلدك وتاخد التأشيرة هيكون فيه خطاب قبول هتعتقولك المؤسسة تقدر انك تحصل من خلاله على التأشيرة وتسافر بكل سهولة بدون الحاجة لحساب بنكي او تعقيدات تمام طيب خلينا نشوف شروط المنحة دي ركز بها معايا في الشرط ده عشان ده الشرط اه اه اللي هو يعني مطلوب بشكل الزامي في المنحة لازم تكون طالب جامعي في مرحلة البكالوريوس وانهايت السنتين على الاقل من الدراسة في الجامعة يعني ايه يعني انت لازم تكون حاليا دلوقتي طالب في الجامعة تمام وما تكونش طالب في سنة اولى او في سنة تانية لازم تكون في سنة سنة تالتة او في سنة ربعة تمام يعني لازم ان انت تكون انهايت سنتين على الاقل من الدراسة ما ينفعش طالب لسه في سنة اولى جامعة يقدم او في سنة تانية يقدم لا هي لازم انت مثلا تكون بداية في السنة التالتة او في السنة الرابعة حاليا فيما اعلى لو مثلا واحد بيدرس سبع سنين او هندسة خمس سنين او ما الى ذلك فيجب ان انت تكون قبضية مدة سنتين على الاقل في الدراسة الجامعية بتاعتها تمام وتكون طالب يعني ما تكونش واحدة تخرجت لا لازم تكون طالب حاليا تمام طيب عندنا التدريب ده هيكون في مجالات متعددة وتخصصات كتيرة جدا زي تخصص البايو ساينز ب بايو ميديكال ريسيرش لايف ساينز بايو انفرماتيكس بايو ميديسن بايو كيميستري فرماسولوجي كيميستري يعني كلها لو لاحست هتلاقي تخصصات علمية مرتبطة بالطب وما الى ذلك تمام فدي او التدريب ده بيبقى موجه الاكبر شريحة من يعني الشريحة الاكبر من الطلاب في المجالات العلمية سواء في كليات العلوم الطب الصيدلة او دراسات الكيمياء لو في الشخص مثلا بيدرس كيمياء التدريب ده بيكون موجه للاشخاص اللي تخصصاتها مرتبطة بالتخصصات دي زي ما احنا وضحنا تمام كده طيب ولو حد حابب يعني لو في واحد من تخصص مختلف مثلا وحابب ان هو ينضم لهذا التخصص ممكن عادي تنضم لي لو انت حابب يعني انت مش بتدرس نفس التخصص بس انت حابب تنضم لي وتاخد يعني عندك حب استطلاع ان انت تعرف التخصص ده وتنضم لي مفيش مشكلة بتقدر تقدم عادي ولكن اهم شيء انك تكون حابب انك تختار تخصص من هذه التخصصات للانضمام لي تمام طيب الاوراق المطلوبة للتقديم في الفرصة دي اوراق بسيطة مش معقدة اول حاجة انت مطلوب منك تملاق ابليكيشن الفرصة اونلاين فيها ابليكيشن للفرصة تملاق اونلاين تمام وداخل الابليكيشن ده انت بترفق الاوراق المطلوبة اللي هي ايه زي كشف الدرجات تمام اللي هو شهادة اه مثلا اه بتثبت انك مقيت حاليا في الكلية تمام او بكشف الدرجات بتاعتك بالمواد اللي انت درستها في السنة الاولى في السنة التانية تمام او في السنة الاولى يعني تجيب كشف درجات لاحد السنوات الدراسية في الجامعة. تمام كده? مطلوب اتنين خطبات توصية تحطوهم داخل الابليكيشن. مطلوب مقالات نية لازم تكتبها بشكل احترافي وبشكل كويس لان دي من اهم عوامل القبول في المنح. تمام? طيب. بالنسبة اخر معاد للتقديم في الفرصة دي هو تمانية مارس الفين واحد وعشرين. ده اخر معاد. تمانية مارس الفين واحد وعشرين. اخر معاد للتقديم في المنحة دي. طيب. هنا ملاحظة عندنا ان طبعا قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية ازي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة ان العايز تقدم انخلالنا على الفرصة دي متاح. اه في الخدمة التانية خدمة تجهيزي لو رأى بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزها تقدم فيها بنفسك. والخدمة التالتة خدمة التقديم على الكورسات الان travehn عشان خلالنا على الفرص والمنح. وكمان لنك الناس او يعني لنك آآ لقراء الناس اللي قدمت من خلالنا وازاي يعني احنا ساعدناهم وقدمنا لهم بشكل احترافي. تمام? طيب خلينا دلوقتي نشوف بقى آآ الاعلان الرسمي للمنح اللي فيه كل التفاصيل. نضغط هنا. نشوف الاعلان الرسمي للمؤسسة اللي شرحوا فيه كافة التفاصيل. تمام? آآ هيفتح معنا دلوقتي الاعلان وهتشوف كل التفاصيل اللي انا شرحتها من حيث سموية من حيث شروط آآ من حيث موقع بدء الفرصة كل هزيه التفاصيل. تمام? طيب ده الموقع الرسمي الخاص بيوم هتلاقي كل التفاصيل مكتوبة هنا. تمام? آآ هنا هتلاقي يعني الحاجات اللي بيوفروها. هنا التخصصات والمجالات المطلوبة. شرح لك هنا في الجزئية دي. هم محتاجين طلاب باكالوريوس. يكون بدرسوا حاليا في الباكالوريوس. ويكونوا خلصوا سنتين على الاقل اربع سمسترات او اربع ترمات. تمام? كاتبلك بقى مدة البداية في التدريب. هتكون مدته شهرين. وهيبدأ امتى كل هذه الاشياء الحاجات اللي بتوفرها المنحة. كل زالي. تمام? طيب. آآ دلوقتي شفنا الموقع الرسمي خلينا دلوقتي نروح لكيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدمة الان دي عشان يفتح معاك التقديم. وهيزهر معنا زي ما هتشوف دلوقتي. تمام? آآ هيزهر عندك اول حاجة ان انت تخش بتاعك او تعمل اكاونت جديد. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش على الموقع بتاع الفرصة. تروح تضغط على كلمة دي عشان تعمل اكاونت جديد. تمام? هتضغط على كلمة هيفتح معاك الويب سايد كده وهتلوق منك معلومات او اسئلة تجاوب عليها. تمام? آآ زي ما واضح هنا. هتعمل تحط اليوزر نيم. تحط الايميل بتاعك الايميل الشخصي بتاعك. تمام? تحط الكود ده هنا وتضغط على كلمة كريت اكاونت. بعد لما بتضغط على كلمة كريت اكاونت خلاص. بترجع تاني. تمام? وبتضغط على وبتحط بقى الايميل بتاعك. تمام? تحط ايميلك. ده اليوزر نيم بتاعي وده الباسورد. وبتكتب الكود اللي هو بيكون ظاهر لك هنا. وبعدين بتخش على كلمة وبتعمل دخول الخاص بك. تمام? طيب. آآ الموضوع بسيط جدا وسهل. وآآ وانا السنة اللي فاتت كنت شرحت ازاي انت ممكن تملك ده. يعني انا هكتب مسلا الكود اللي هو تمام? زي كده. تمام? وهعمل كلمة لوجين عشان ادخل وريكم من جوه. واول ما تفتح ازر معاك ازاي? اول ما تفتح الابليكيشن ازار معاك بالشكل ده. وما انت رايح ضغط على كليك هير تو ابليه. تمام? اللي هي الانترشيب. تضغط عليها. عشان تشوف بقى ايه المطلوب منك في الابليكيشن. طيب. اول ما تضغط عليها يفتح معاك الابليكيشن بالشكل ده. اول حاجة اللي هي معلوماتك الشخصية. تكتب اسمك واسم العائلة والدول اللي انت مقيم فيها وايميلك والجنسية بتاعتك وما الى ذلك. تمام? هتلاقي السكشن البعده حاجة اسمها بتحط فيها المعلومات الشخصية الخاصة يعني المعلوماتك الشخصية الخاصة بالتعليم السابق او التعليم الحالي. تمام? وبتحط بتاعتك لو لك اي تجارب عملية سابقة اشتغلت في حاجات خط تداريب كورسات ابليكيشن بتحطها هنا. المجالات اللي انت عايز تقدم لها في الفرصة دي بتختارها. بتحط التوصيات هنا. تمام? وبتضغط على في الاخر ارسال الابليكيشن للمنحة. تمام كده? طبعا في الجزء ده هتلاقي خطابات النية ايضا. انا في السنة اللي فاتت كنت شرحت الابليكيشن خاص بالمنحة دي بالتفاصيل ووضحت لكم كمان كل التفاصيل في الفيديو بتاع السنة اللي فاتت. اه فانا منعا للتقرار مش هشرح تاني كل جزئية في الابليكيشن وانما هسيب لكم رابط الفيديو السابق بتاع السنة اللي فاتت اللي كان فيه شرح كل التفاصيل خاصة بالابليكيشن تقدروا برضو خش عليه وتشوفوه ازاي تملاقه الابليكيشن لانه هو هو لهذه السنة مفيش اي اختلاف خالص تمام كده كده عرفنا كل التفاصيل منحة منحة مميزة موالب الكامل تدريب ممتاز في دولة قوية متاح للطلاب في الاجازة الدراسية يعني انت هطيدي اجازتك في اسبانيا فدي حاجة ممتازة جدا وتاخد تدريب في دولة من الدول القوية ما تنسوش اخر معاد 8 مارس 2021 وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبليكم في هذه الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته